بسم الله الرحمن الرحيم سلام على الحق الجديد والعالم الذي علمه لا يبيد سلام على سفينة النجاة وعين الحياة سلام على إمام زماننا الحجة بن الحسن سلام على شيعته ومنتظريه سلام عليكم ما بين واقعين واقع الدنيا وواقع الدين حديث سمر بين المحبين وزبدة قول للمنتظرين الحلقة الرابعة بعد العاشرة يعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراغ مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور هذا هو الجزء الرابع من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية التقويم القمري في ضوء ثقافة العترة الطاهرة صلوات الله عليها تسلسل حديثنا في الأجزاء المتقدمة حتى وصل بنا إلى النسيء إلى الآية السابعة والثلاثين من سورة التوبة إنما النسيء زيادة في الكفر بشكل سريع وإجمالي أشير إلى معنى النسيء الذي حدثتكم عنه في الحلقة الماضية النسيء هنا مصدر وحينما نقول عن كلمة عن لفظة من أنها مصدر ذلك يعني أن الكلمة تتحدث عن الحدث نفسه لا تتحدث عن فاعل ذلك الحدث ولا تتحدث عن جهة يقع عليها الحدث النسيء النسيء حدث التأخير بينت لكم المعنى اللغوية لهذه الكلمة وذكرت أهم معانيها نسأ تأتي بمعنى أخر وقد تأتي بمعنى زادة بمعنى الزيادة لكنها زيادة في التأخير فيكون الكلام يحتمل جهتين يمكن أن نتحدث عن تأخير ويمكن أن نتحدث عن زيادة مثل ما نقول نسأ الله في أجل فلان فإنه زاد في عمره وأخر في أجله فيمكن أن يعطي هذا التعبير معنى الزيادة ولكن من خلال التأخير ويقول العربي نسأت بعيري في الليلة الماضية أي دفعته لزيادة سيره نسأت بعيري في الليلة الماضية فأريد أن أريحه في هذا النهار نسأت بعيري أي أنني دفعته كي تزداد سرعته في حركته ومشيه هذه زيادة مثل ما نقول نسأت النعجة نسأ الخروف أي زاد لحمه وشحمه نسأت النعجة أي سمنت نسأ بمعنى أخر وبمعنى أخر في الزيادة وفي الوقت نفسه تعطي تعطي هذه الكلمة معنى الزيادة في جهة من جهاتها وهناك زيادة مطلقة مر هذا علينا إنما النسيء المراد من النسيء هنا عملية العبث بالنظام القمري وحددتكم عن هذا بشكل إجمالي أذكر لكم مصادق من عملية العبث هذه المصداق الأول الأشهر الحرم عند العربي في الجاهلية وهي من بقايا الديانة الإبراهيمية يحرمون فيها القتال لكنهم يعبثون بها فهم يتركون القتال مثلا في شهر ذي القعدة وذي الحجة إلى أن يفرغوا من شؤونهم التجارية والمالية ويعود إلى مواطن قبائلهم فلا يصبرون على أن يستمروا في الانقطاع عن القتال في شهر محرم والذي كان يسمى بشهر صفر الأول فيدفعون تحريمه إلى صفر الثاني ويعودون إلى القتل والقتال والغزو والسلب والنهب في شهر محرم وهكذا يفعلون في شهر رجب يجدون أنفسهم بحاجة إلى السلب والنهب في شهر رجب فيدفعون تحريمه إلى شهر رمضان مثلا هذا الكلام حدثتكم عنه فيمتنعون عن القتال في شهر رمضان إذا دفعوا التحريم إلى شهر رمضان وهذا هو الذي تتحدث عنه الآية إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله هم يلتزمون بأربعة أشهر حرم يلتزمون بالعدة بالعدد ليواطئوا عدة ما حرم الله ليواطئوا ليطابقوا ليوافقوا يلتزمون بأربعة أشهر حرم مع ملاحظتي أن بعض العرب كانوا يشرعون لقبائلهم أن الأشهر الحرم ثمانية ولا أريد أن أخوض في كل التفاصيل كتب التاريخ مشحونة بالأخبار والأحاديث المتباينة إنما أحدثكم عن الشيء الذي دلت القرائن والشواهد على صحته وما يرتبط بهذه الآية التي بين أيدينا فلست في مقام الحديث عن وقائع ما كان يجري في الجاهلية بين قبائل العرب وهناك من العرب أيضا من لا يحرمون شهرا واحدا في سنة يبيحون لأنفسهم القتل والقتال في كل شهور السنة هناك من يحرم القتال في ثمانية أشهر وهناك من يبيح القتل والقتال في السنة كلها لكن الشيء المعروف عند أكثر العرب أن الأشهر الحرم أربعة وهذا هو الذي تحدثت عنه الآية السادسة والثلاثون من سورة التوبة إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم هذا هو المعروف وهو من بقايا الديانة الحنيفية المصداق الأول يحركون تحريم الأشهر الحرم إلى أشهر أخرى مثل ما يفعلون أن يحركوا تحريم شهر المحرم إلى شهر صفر المصداق الثاني من مصادق عملية النسي عملية التأخير يؤخرون حجهم المسلمون الذين حجوا في السنة التاسعة كان الحج قد وقع في شهر ذي القعدة أتحدث عن السنة التاسعة للهجرة وهذا معروف من أن أبا بكر ابن أبي قحافة حج في السنة التاسعة فكان حجه قد وقع في ذي القعدة النبي جعل حجة الوداع في السنة العاشرة لماذا؟ لأن الحج سيقع في شهر ذي الحجة في الأيام المخصوصة والمعينة لمناسك الحج في شهر ذي الحجة وهناك أعلن منعه لعملية النسيء هذه وبدأت عملية المنع منذ حجة الوداع وقرأت ما قرأت عليكم فيما يرتبط بهذا الموضوع في الحلقة الماضية العرب إذن كانوا يؤخرون الحج عن موعده يدفعونه يدفعون الحج عن موعده لا يقومون بحجهم في شهر ذي الحج صحيح أن للحج أشهرا وهي أشهر الحج شوال ذو القعدة وذو الحجة لكن مناسك الحج الخاصة بيوم عرفة لا تكون إلا في ذو الحجة وما يسبقها وما يأتي بعدها وإنما أشرت إلى يوم عرفة لأن منسك يوم عرفة هو قلب الحج مثل ما جاء في الأحاديث الحج عرفة يعني أهم منسك في مناسك الحج هو في موقف عرفة ولا يكون هذا إلا في اليوم التاسع منذ الحجة يمكن للإنسان أن يحرم من شهر شوال ويبقى على إحرامه إلى أيام ذي الحجة هذا هو المراد من أن شهر شوال وشهر ذي القعد وشهر ذي الحجة هذه هي أشهر الحاج بإمكانه أن يحرم في شهر شوال هذا الأمر مبحوث في مضانه لا أريد الحديث عن هذا الموضوع لا علاقة لبرنامجنا بهذا الموضوع لكنني أردت أن أبين معنى أشهر الحاج فربما تسمعون بها ولا تعرفون معناها العرب كانوا يغيرون موعد الحاج فربما حج في شوال وأقاموا المناسك في شوال الحج في الجاهلية من بقايا دين الحنيفية الإبراهيمية وكانوا يدينون به يدينون بالحاج ويذهبون إلى مكة لكنهم حينما يجدون أن منفعة لهم في ترك الحج يغيرون موعد الحج يؤخرونه إلى عام قادم في وقت لا علاقة له بالحج الحج في ذا الحج يؤخرونه مثلا إلى ربيع الأول إلى ربيع الثاني أو إلى أي وقت وهذا الأمر تختلف فيه القبائل أيضا فلربما هناك مجموعة من القبائل تذهب إلى مكة في شهر صفر لأنهم دفعوا الحج إلى شهر صفر وربما هناك من القبائل يذهبون إلى الحج في وقت آخر إذن المصداق الأول من مصادق النسيء أنهم يدفعون حرمة الأشهر الحرم إلى أشهر أخرى ما هي بحرم المصداق الثاني يؤخرون الحج عن موعده وربما يقدمونه أيضا فلربما حج في شوال أو حج في ذي القعدة وربما حج في سنة قادمة بالنتيجة هناك عملية عباث النسيء تأخير زيادة في التأخير أو زيادة مطلقة عبث بالمواعيد المصداق الثالث من مصاديق النسيء هو أن يضيف شهرا لسنواتهم مثلما كان العرب يفعلون يضيفون شهرا في كل ثلاث سنوات قد يقول قائل ما دلالة كلمة النسيء هنا إما أن النسيء بمعنى الزيادة فهم زادوا وإما بمعنى التأخير التأخير وقع أين لقد أخروا بداية السنة أخروا بداية السنة التي ستأتي بعد الشهر النسيء حينما أضافوا شهرا إلى السنة الثالثة فإن السنة الرابعة التي تأتي بعد السنوات الثلاث ستكون متأخرة لمدة شهر فإنها فقدت شهرا هو هذا الذي يسمى بالشهر النسيء وستبدأ من بعد هذا الشهر فهي عملية تأخير في بداية السنوات التي تقع بعد الشهر النسيء إنما النسيء زيادة في الكفر عبث 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 في مناسك الحج وموعده عبث في الأحكام والآثار التي تنفذ في الأشهر الحروم عبث بكل تفاصيل الوقت والزمان فكان العرب يعبثون عبثا شديدا ومن هنا جاءت الآية واضحة إنما النسيء زيادة في الكفر هذا الذي تقومون به من دفع حرمة الأشهر الحروم إلى أشهر أخرى أو أنكم تغيرون موعد الحاج أو أنكم تؤخرون بداية السنة التي تأتي بعد الشهر النسيء كل هذا زيادة في الكفر أنتم تعبثون بالتقويم القمري الديني الذي كانت كانت الديانة الإبراهيمية الحنيفية تقوم على أساسه وهذا هو قرآننا يتبنى يتبنى التقويم القمرية الإبراهيمية الحنيف في الآية السادسة والثلاثين من سورة التوبة إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا ليس هناك من زيادته ليس هناك من شهر يضاف بعد كل ثلاث سنوات وإنما السنة هذا هو مقدارها إن عدة الشهور عند الله هذا تقويم إلهي أما الشهر النسيء فما هو بشهر محسوب عند الله هذا الذي يفعله جمع من الشيعة وجمع من السنة الآن خصوصا في السنوات الأخيرة من أن يضيف شهرا إلى السنوات القمرية كي تستقر مواعيد الشهور القمرية هذا ما هو من عند الله الآية واضحة إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهرا إذا كنتم تريدون أن تعمل بالتقويم القمري الإلهي فهو هذا فلا يوجد نسيء أن نؤخر حرمة الأشهر الحرم إلى أشهر أخرى ولا يوجد كذلك تأخير لموعد الحاج ولا يوجد كذلك تأخير للسنوات القمرية التي تأتي بعد الشهر النسيء إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم سنة قمرية بامتياز فلا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يتحدث عن سنة شمسية ثم يقول منها أربعة حرم هذا الكلام ليس منطقيا هذا الكلام كلام سيكون سفيا وتافيا هذا الكلام لا معنى له هذه الشهور قمرية وهذه السنة قمرية بنحو قطعي إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم الآية التي تأتي بعدها تؤكد قمرية هذه السنة إنما النسيء زيادة في الكفر فإن العرب كانوا يضيفون الشهر النسيء على السنة القمرية وإن العرب كانوا يدفعون حرمة الأشهر الحرم إلى أشهر أخرى في السنة القمرية وإن الحج كان يؤخر إلى وقت آخر في سنة قادمة كانوا يفعلونه في السنة القمرية فكل مصاديق وحالات النسيء عند العرب ترتبط بالسنة القمرية ولا ترتبط بالسنة الشمسية فالآيتان تتحدثان عن تقويم قمري بامتياز من دون إضافات من دون زيادات من دون حذف من دون نخص إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القي هذا هذا هو الذي يريده الله سبحانه وتعالى إنما النسيء زيادة في الكفر جنبوا التقويم القمرية جنبوه جنبوه من عبثكم أبعدوه عن عبثكم أبعدوا الزيادة وأبعدوا النقيصة والتزموا بالدين القيم والتزموا بالتقويم القمري الذي يعتمد نظام الأهل مثل ما جاء في الآية التاسعة والثمانين بعد المئة بعد البسملة من سورة البقرة يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج أعتقد أن سورة باتت واضحة وواضحة جدا لما تثبته آيات الكتاب الكريم من أن التقويم القمرية هو تقويمنا لشؤوننا الدينية نذهب إلى فاصل السلام عليك يا أمير المؤمنين ويا عصوب الدين وقائد الغر المهجلين السلام عليكم السلام عليكم يا باب الله السلام عليكم يا أمير المهجلين يا أمير المهجلين أمير المهجلين سورة أمير المهجلين السلام عليكم السلام عليكم أمير المهجلين السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم أمير المهجلين وابن أمير المهجلين وزوج ابنته والمخلوق من تينته السلام عليكم السلام على الأسل القديم والفرع الكريم السلام على الثمر الجنة السلام على أبيل حسن آلي السلام عليكم في تأريخ العربي قبل الإسلام موسوعة تأريخية يعرفها الأكاديميون للدكتور جواد علي هذه الطبعة هي الطبعة الثانية 1993 ميلادي تتبع جواد علي موضوع الأشهر الحرم في كل كتب التأريخ المتوفرة الفصل الثاني والثلاثون بعد المئة الأشهر الحرم يبدأ من صفحة 471 وينتهي في صفحة 487 إنما أشير إلى هذا كي ألفت نظر الذين يريدون أن يتوسعوا في الموضوع ليس عندي من وقت كي أقرأ لكم من هذا الكتاب أو أن ألخص ما جاء فيه الكلام فيه طويل وعريض ومتشعب لكنني أعطيتكم الزبدة في القول في الحلقات المتقدمة وهذه الحلقة هذا هو الجزء الرابع أعطيتكم الزبدة بحيث أنكم لو رجعتم إلى هذه المصادر سوف لن تجدوا شيئا كثيرا لم أكن قد ذكرته لكم ولو بنحو مجمل إلا إذا كنتم تبحثون عن التفاصيل الصغيرة والجزئيات الدقيقة على أي حال جواد علي في الجزء الثامن من كتابه المفصل من صفحة 471 إلى صفحة 488 يتحدث عن تاريخ الأشهر الحرمي عند العرب في العصر الجاهل ومن صفحة 488 إلى صفحة 508 وهو الفصل الثالث والثلاثون بعد المئة يتحدث عن النسي عنوان هذا الفصل النسي الفصل الثالث والثلاثون بعد المئة النسي يبدأ من صفحة 488 ينتهي في صفحة 508 حاول أن يجمع جواد علي كل ما جاء مذكورا في كتب التأريخ عند العربي وحول العربي ما كتبه المستشرقون بخصوص هذه الموضوعات بخصوص موضوع الأشهر الحرم وموضوع النسي أتصور أنني وضحت لكم المطلب بشكل بيّن وموجز في الوقت نفسه أنا بحاجة كي أحدثكم عن بعض الوقائع الواضحة في تأريخها وجريانها لأن الذين يتحدثون في أيامنا هذه عن أن شهر رمضان يأتي في الخريف بعد انقضاء الصيف يدعون من أن رسول الله صلى الله عليه وآله ما صام في الصيف أساساً لماذا؟ لأن شهر رمضان يكون ثابتاً في موعده ما بين الشهر التاسع والعاشر وهناك من وضع موعداً آخر ولكن أكثر الذين يتحدثون الآن عن شهر رمضان الثابت بحسب المواءمة مع السنة الشمسية يقولون من أن هلاله يكون طالعاً ما بين أواخر الشهر التاسع وبدايات الشهر العاشر من شهور السنة الشمسية هناك حوادث واضحة لدينا أنا أحدثكم في ضوء الثقافة الشيعية في ضوء ثقافة العترة لا شأن لي بما يقوله الآخرون عنوان الحلقات هو هذا التقويم القمري في ضوء ثقافة العترة الطاهرة فإذا ما وجدتم في كلامي ما يخالف الذي يقوله الآخرون لا شأن لي بالآخرين فأنا لست في مقام مناقشتهم أو محاججتهم أو الرد عليهم لجأن لي بين إنما أريد أن أضع الحقائق بين أيديكم أنتم الذين تريدون فقه العترة الطاهرة تريدون ثقافة العترة الطاهرة أضع الحقائق بين أيديكم من أصولها الأصيلة من منابعها الصافية فإذا ما تحدثت عن الذي يقوله الآخرون لأجل أن أجعل الصورة واضحة لديكم وإلا فإن لا أريد أن أناقشه ولا أريد أن أرد عليهم لك شأن لي بين هم أحرار فيما يعتقدون ونحن أحرار أيضا فيما نعتقد نحن نأخذ من العيون الصافية النقية مصادرنا قرآنهم المفسر بقواعد تفسيرهم وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم هناك مجموعة من الحوادث إذا أردنا أن ننظر إليها أتحدث عن مجموعة من الحوادث أيام رسول الله صلى الله عليه وآله إذا نظرنا إليها ودققنا النظر فيها فإننا سنجد أن شهر رمضان أيام رسول الله كان في الصيف وكان النبي والمسلمون يصومون في الصيف فلنبدأ فلنبدأ من حدث واضح لدينا الحدث الواضح لدينا واقعة بدر واقعة بدر نعرفها ويعرفها الآخرون من أنها حدثت في شهر رمضان وتحديدا في السابع عشر من شهر رمضان في اليوم السابع عشر من شهر رمضان حدثت واقعة بدر نعود إلى القرآن ونذهب إلى سورة قريش وهي من السور القصار كما تعرفون سورة مكية من السور التي نزلت في العصر المكي بعد البسملة في الآية الأولى والثانية لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف الحديث عن رحلتين لقريش لقريش وهما رحلتان تجاريتان رحلة صيفية ورحلة شتائية رحلتهم الصيفية إلى الشام ورحلتهم الشتائية إلى اليمن متى تبدأ رحلتهم إلى الشام تبدأ عند نهايات الربيع وبدايات الصيف يتوجهون إلى الشام لسببين السبب الأول فإن الصيف في الشام بالنسبة لهم يكون جوا جميلا لأن الشتاء في الشام يكون باردا وبلاد الشام من البلاد التي تنزل فيها الثلوج في فصل الشتاء وإلى يومنا هذا ففصل الصيف بالنسبة لأهل الحجاز يكون جميلا في بلاد الشام هذا الأمر الأول الأمر الثاني البضائع التي يحتاجون من بلاد الشام تكون متوفرة في الصيف فهناك الكثير من البضائع التي تتوفر في الشام وفي أسواقها تكون مبذولة في فصل الصيف فيذهب الحجازيون القريشيون إلى الشام لمواءمة الصيف الشامي لهم من جهة ولأن البضائع التي يحتاجونها تكون متوفرة وموجودة في أسواق الشام في فصل الصيف بينما في الشتاء يذهبون إلى اليمن يذهبون إلى اليمن لأن الشتاء في اليمن ليس باردا الأجواء معتدلة أو أنها قريبة من الاعتدال في اليمن على طول السنة لماذا كان العرب يصفون اليمن باليمن السعيد لماذا لأن الجو في اليمن على طول أيام السنة معتدل أو يكون قريبا من الاعتدال فيذهب الحجازيون إلى اليمن في الشتاء لأن اليمن في الشتاء ليس باردا ليس هناك من برودة قاسية وشديدة في اليمن كما هو الحال في الشام إضافة إلى ذلك فإن أسواق اليمن في الشتاء تتجمع فيها البضائع التي يحتاجها الحجازيون بضائع الشام تختلف عن بضائع اليمن بضائع اليمن هي نتاج يمني ونتاج أفريقي يجلب إلى اليمن من الحبشة وغيرها من بلاد أفريقيا وكذلك البضائع الهندية بضائع الحبشة وبضائع الهند تأتي عبر البحار هذه البضائع تأتي تأتي عبر البحار حيث تتحرك السفن في وقت الصيف وبدايات الخريف لأن السفن في ذلك الوقت لا تستطيع أن تتحرك في أي وقت من أوقات السنة كانت السفن هزيلة ضعيفة ليست متينة كالسفن في زماننا تستطيع أن تتحرك في البحار والمحيطات على طول أيام السنة السفن التي كانت تحمل البضائع تحتاج زمانا يكون البحر هادئا حكاية فيها تفصيل فتتجمع البضائع في اليمن في فصل الشتاء فيذهب القريشيون في أواخر الخريف وبدايات الشتاء إلى اليمن فهناك رحلة صيفية حيث تتجمع البضائع الشامية والرومية والعراقية الفارسية تتجمع البضائع في بلاد الشام في الصيف فيذهب القريشيون لجلبها إلى بلادهم الآية تتحدث عن هاتين الرحلتين لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف قد تقولون ما معنى لإلاف قريش المراد المراد من إلاف قريش هو استئناسهم وإلفتهم وعادتهم التي اعتادوا عليها ولا يستطيعون تركها فهم يسافرون في الصيف إلى الشام وقد ألفوا ذلك واستأنسوا به ويسافرون في الشتاء إلى اليمن وقد ألفوا ذلك واستأنسوا به أتحدث عن التجار وأصحاب الأموال وحتى عن المستهلكين من أهل مكة ومن سائر القبائل الأخرى فعينما تعود القافلة من الشام مثلا وتفتح الأسواق في مكة تأتي القبائل الأخرى كي تتسوق من هذه الأسواق كي تتبضع هنا جار ومجرور لإلاف قريش الجار والمجرور حدثتكم في الحلقة الماضية إنما النسيء زيادة في الكفر حينما كنت أناقش قراءة الدكتور السوري وسام الدين إسحاق من أنه يقرأ الآية هكذا إنما النسيء زيادة ويتوقف ويبدأ في الكفر فقلت من أن الجار والمجرور لا بد له من جهة يتعلق بها لأن الجار والمجرور يشكل معنى حرفيا والمعنى الحرف هو معنى النسبي المعنى النسبي يحتاج إلى طرفين الطرف الأول هو المجرور الطرف الثاني العامل الذي يتعلق به هناك من جعل سورة الفيل وسورة قريش متصلتين مع بعضهما في السياق التعبيري فقالوا من أن الجار هو المجرور المجرور يرتبط بآخر آية من سورة الفيل فجعلهم كعصف مأكول فقالوا من أن الجار والمجرور يرتبط بمعمول في هذه الآية وهو كلام غريب واضح هناك عامل مقدر نحتاج إلى تقديره التقدير هكذا يقول أنظر لإلاف قريش تدبر فكر مثلما كان يقول إمامنا الصادق للمفضل بن عمر وهو يملي عليه كتاب التوحيد فكر انظر يا أيها الإنسان لإلاف قريش هذا الحال والشأن الذي كانوا عليه بعد الإسلام وبعد فتح مكة انتهت الرحلة لماذا لأن الناس هي التي أخذت تجلب بضائعها إلى مكة المسلمون من كل البلدان أخذوا يجلبون بضائعهم إلى مكة فلم يحتج القريشيون للخروج إلى التجارة كما كانوا في العصر الجاهلي يخرجون ولكن بشكل محدود لا كما كانوا يفعلون في العصر الجاهلي السورة تذكرهم بحالهم في العصر الجاهلي وكيف وكيف أنهم كانوا يعانون وعثاء السفر في رحلة الصيف وفي رحلة الشتاء أما الآن وبعد فتح مكة وبعد أن انتشر الإسلام فإن المسلمين هم الذين يجلبون البضائع إلى مكة لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبد رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وهم قد استقروا الذي أطعمهم من جوع الحديث عن الجوع هنا الحديث عن الاقتصاد وآمنهم من خوف إنه الخوف من مخاطر السفر أنا لا أريد أن أتشعب في بيان مضامين هذه السورة موطن الشاهد هنا هناك رحلتان لقريش رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف الرحلة الشتائية قطعا إلى اليمن والرحلة الصيفية قطعا إلى الشام أبو أبو سفيان حينما عاد بالقافلة عاد بها من أي جهة عاد بها من جهة الشام إذن هو قد سافر إلى الشام في نهايات الربيع وبدايات الصيف في أواخر الصيف يعودون في أواخر الصيف فهم يحتاجون من مكة إلى الشام يحتاجون إلى شهر على سبيل المثال إذا تحركوا في أواخر الشهر الخامس وبدايات حزيران يصلون إلى الشام في بدايات الشهر السابع يقضون شهرا هناك للتسوق والتبضع وبيع ما عندهم من البضائع أيضا وبعد ذلك يتحركون في أواخر الشهر السابع باتجاه بلادهم باتجاه مكة فيصلون إلى مكة في أواخر الشهر الثامن بدر وقعت في شهر رمضان هذا يعني أن شهر رمضان إما أن قسما منه قد وقع في الشهر الثامن وقسما وقع في الشهر التاسع أو أنه قد وقع في الشهر الثامن لماذا؟ لأن الواقعة تحدثت في اليوم السابع عشر من شهر رمضان وليس وليس هناك من إشارات تشير إلى اعتدال الجو الإشارات الموجودة عندنا تشير إلى ارتفاع درجة الحرارة قد تقولون كيف ذلك؟ سنذهب إلى سورة الأنفال فسورة الأنفال هي سورة واقعة بدر معروف عندنا في رواياتنا وحتى في روايات المخالف في كتب تأريخهم في كتب سيرهم في كتب أحاديثهم أن المسلمين خرجوا من المدينة لأجل أن يعترضوا الطريقة على قافلة أبي سفيان وإذ يعدكم الله إنني أقرأ من الآية السابعة بعد البسملة من سورة الأنفال وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم إما أن تسيطر على القافلة وإما أن تصطدم بحرب مع قريش الطائفة الأولى القافلة القافلة التجارية تسيطر عليها التي هي برئاسة أبي سفيان وجاءت من الشام إنها رحلة الصيف الطائفة الثانية جيش قريش وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين يعني إما أن تستولوا على القافلة أو أن تنتصر على قريش وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أنتم يا معاشر المسلمين وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم أنتم تريدون أن تسيطر على القافلة وتعود ببضاعها إلى المدينة وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافر لكن الله يريد أن تقع الواقع نذهب إلى الآية التاسعة بعد البسملة وما بعدها معروف عندنا وحتى عند السنة من أن المسلمين ما كانوا يملكون سلاحا وما كانوا يملكون خيولا وما كانوا يملكون نياقا عدد الجمال التي خرجوا عليها وهي نواضح من أردأ أنواع الجمال الإبل النواضح هي الإبل التي كان يربطها أهل المدينة إلى نواعير السقي في بساتين النخيل هي أردأ أنواع الإبل فما كانوا يملكون إبلا عدد الإبل كما تحدثنا كتب الأخبار عدد الإبل كان لا يحتجاوز السبعين سبعون بعير وكانوا يترادفون عليه النبي وأمير المؤمنين ومرثد ابن أبي مرثد الغنوي كانوا يترادفون على بعير واحد النبي والأمير ومرثد ابن أبي مرثد الغنوي كانوا يترادفون على بعير واحد فما كانوا فما كانوا يملكون جمالا ونياخا بعدد كاف وما كانوا يملكون من الخيول إلا فرسين فرس عند الزبير بن العوام وفرس عند المقداد بن الأسود هذا هو المعروف في كتب التاريخ والحديث والسيار وما كانوا يملكون من السيوف إلا ثمانية وفي أكثر الأخبار عددا فإن عدد سيوفهم إثنى عشر سيفا لكن أكثر الأخبار تقول من أن عدد السيوف عندهم كان ثمانية قد خرجوا يحملون العصي ويحملون جريد الناخل وخرجوا حفات لا عندهم دروع ولا عندهم من شيء يتقون به من الدرقة مثلا أو البيضة التي توضع على الرأس المراد من البيضة الخوذة أو الدرقة التي يتقي بها المقاتل السيوف ما كانوا يملكون رماحا هذا الذي تشاهدونه في الأفلام السينمائية كفيلم الرسالة مثلا هناك أقواص وسهام ورماح وخيول هذا لا وجود له في الحقيقة كانوا عفات ما كانوا يملكون ثيابا كانوا يشدون المآزر على أبدانهم فقط يتزرون بالمآزر ويحملون جريد النخل ولا عندهم خيول ولا عندهم نياق ولا عندهم سيوف ولذا فإن الله أرسل إليهم الملائكة الذين قاتلوا في بدر علي والملائكة بينما قريش جاءت بكل قوتها جاءت بكل إمكاناتها من هنا كانت واقعة بادر كانت واقعة إعجازية ظهرت فيها الكثير من العلائم الإعجازية إذ تستغيثون ربكم في التاسعة بعد البسملة من الأنفال إذ تستغيثون ربكم لماذا؟ لأنهم ما كانوا يملكون سلحا خرجوا بجريد النخل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وكان المسلمون ينظرون إلى الملائكة وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله لأن المسلمين لما رأوا قوة قريش أصابهم اليأس من النصر بماذا يقاتلون وهم حفاة لا يملكون إلا جريد النخل وهؤلاء جاءوا بعدد يشكل أكثر من ثلاثة أضعافهم بكامل قوتهم وبأقوى أسلحتهم وهؤلاء في الجهة الثانية لا يملكون شيئا أتحدث عن المسلمين لكن الله يبين هذه القاعدة وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم كي يكون المسلمون في حالة نفسية مناسبة للقتال فما الذي جرى الله أنزل عليهم النعاس وناموا هذا النعاس الذي نزل عليهم لم يكن نعاسا عاديا كان معجزة ولذا الآيات هنا تذكر لنا المعجزات التي حدثت في بدر الأولى أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين الثانية إذ يغشيكم النعاس أمنة منه لأجل أن تطمئنوا لأن الرعب قد ثار في نفوسهم أمنة منه كي تشعروا بالأمن والأمان لأن لأنهم لو بقوا مستيقظين يقارنون بين حالهم وحال قريش سيقتلهم الرعب والخوف مما يشاهدون فنزل فنزل عليهم النوم مثل ما نزل النوم على أصحاب الكهف ولكن هناك استمر لمدة طويلة وهنا استمر لمدة محدودة إذ يغشيكم النعاس أمنة منه فهذا نعاس ما هو باختيارهم ولما ناموا ولما ناموا طرأ عليهم طارع في نومهم الروايات تخبرنا والقرآن يشير إلى هذا ما هو هذا الطارع الذي طرأ عليهم الشيطان نفذ إليهم وهم في نومهم فأجنب أجنبه جميعا لأن الشيطان أراد أن يعكر مزاجهم فهذا النائم إذا ما أجنب في نومه واستيقظ وهو يعاني من نجاسة حدثية وخبثية وهو في ذلك الحال في حال ضعف ومواجهة ومواجهة لعدو قوي الشيطان اخترقهم هنا ولكن المعجزة الثالثة جاءت إذ يغشيكم النعاسة أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء هذه هذه معجزة لا كما يريد أن يستدل بها النسيئيون الآن ويقولون من أن المطر نزل في واقعة بادر فهذا يعني أن الواقعة لم تكن في الصيف وإنما في بدايات الخريف حيث ينزل المطر في الخريف ما بين التاسع والعاشر هكذا يقولون هذا المطر لم يكن مطرا في موعده وإنما هو معجزة في سلسلة معاجز ما وقع في بدر الآيات هكذا تقول إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء لماذا ليطهركم به كان كثيرا إلى الحد الذي غسلهم من النجاسة الخبثية والحدثية ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان رجز الشيطان هنا إشارة إلى الجنابة التي طرأت عليهم في نومهم هذه التفاصيل نحن نأخذها من الأحاديث التفسيرية وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به هذا الماء كان للتطهير وللتبريد فهم كانوا في الصيف الحار ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم هذه الحالة النفسية التي كانت بعد النوم وبعد أن اغتسلوا غسل جنابة وما هو بغسل عادي إنه بمعجزة ملائكية بأمر من الله وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام الأحاديث تخبرنا من أن المطر هذا الذي نزل بنحو وافر طهرهم من النجاسة الحدثية والخبثية وكان باعثا لارتياحهم واطمئنانهم لكن شيئا حدث على الأرض أيضا المكان الذي كان قد وقف فيه المسلمون مرتفعا والمكان الذي عسكرت فيه قريش كان منخفضا فكان الماء يمر على مكان المسلمين ويجري باتجاه مكان قريش فالرمان تجمدت لا تتطاير بسبب رطوبة الماء الذي مر عليها وتجمع الماء في مكان قريش مما سبب لهم الزلق فصار مكانهم ليس مناسبا للقتال بينما مكان المسلمين تماسك فيها الرمل الروايات هكذا حدثتنا القرآن يشير إلى ذلك وليربط على قلوبكم من الجهة النفسية ويثبت به الأقدام هذا على أرض الواقع بشكل حسي وتستمر الآيات أنا لا أريد أن أحدثكم عن واقعة بدر لكنني أريد أن أحدثكم عن المطر هنا هذا المطر مطر إعجازي لا كما يقول هؤلاء النسيئيون من أنه مطر الخريف هذا ما هو بمطر الخريف تدبروا في الآيات وعودوا إلى الأحاديث التفسيرية نحن هكذا بايعنا في بيعة الغدير أن نتمسك بالقرآن وأن نفسره بتفسيرهم وبالمناسبة هذه المضامين موجودة أيضا في كتب المخالفين سياق الآيات واضح من أنه بصدد ذكر معجزات ذكر ألطاف إلهية لم تأتي بحسب الأسباب الطبيعية أني ممدكم بألف من الملائكة مرد فيه هذا ما هو بأمر يجري بحسب الأسباب الطبيعية وثنى عليه إذ يغشيكم النعاسة أمنة منه فليس من المنطقي أن يناموا بأجمعهم ليس من المنطقي هذا أن يناموا بأجمعهم وهم في مواجهة عدوهم حتى في تسلط الشيطان عليهم هو أمر في ظاهره سيء لكن عملية الجنابة في مثل هذه الحالة تكون بمثابة صدمة كهربائية محدودة كي تغير في معطيات الجهاز العصبي عند الإنسان بمثابة صدمة كهربائية ولما جاء المطر الإعجازي بنحو غسلهم خبثيا وحدثيا وأدى ذلك أيضا بإعجاز إلهي أن تكون قلوبهم واثقة من النصر وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام ما جرى على الأرض حينما صار الرمل تحت أقدامهم متماسكا بينما صار الرمل لزجا وصارت الأرض زلقا في الجهة الثانية وكان النصر بيد علي وعلى يد علي صلوات الله وسلامه عليه فهذه الصورة تحدث هنا عن أن واقعة بادر لم تكن إلا في الصيف مثلما هو معروف في أحاديثنا والسياق التاريخي لحركة القافلة التجارية القريشية من الشام إلى مكة إذا أردنا أن نتصورها بنحو تأريخي وواقعي ومنطقي مثل ما شرحته لكم نحن لا نعرف متى تحركوا ومتى قدموا لكن القرائن التأريخية وما حدثنا التأريخ عن واقع تلك الأيام هو الذي صورته لكم جمعا مع التفاصيل التي جاءت في سورة قريش وجاءت هنا في سورة الأنفال مع كل المعطيات فإن القافلة خرجت من مكة إلى الشام في أواخر الخامس وبدايات السادس ورجعت في الشهر الثامن ربما في أوائله ربما في أواصطه الاحتمال الكبير أن شهر رمضان بحسب القرائن كان في الشهر الثامن وحتى إذا أردنا أن نترك هذا الاحتمال ونقول من أن شهر رمضان في تلك السنة كان في الشهر التاسع فإنه في السنة التي بعدها سيزحف إلى الشهر الثامن قد يقول قائل يمكن أن يزحف إلى الشهر العاشر هذا ممكن لأن الأشهر القمرية تارة تتحرك باتجاه آخر السنة وتارة تتحرك باتجاه أول السنة فشهر رمضان تارة يتحرك باتجاه الخريف والشتاء سينتقل من التاسع إلى العاشر وهكذا وتارة ينتقل من التاسع إلى الثامن باتجاه أول السنة وإلى السابع وهكذا ما هو دليلنا على أن شهر رمضان إن كان في الثامن أو كان في التاسع في السنة الثانية من الهجرة لأن واقعة بدر وقعت في السنة الثانية من الهجرة ما هو دليلنا على أن شهر رمضان كان يتحرك باتجاه أول السنة فهو في آخر الصيف ويتحرك باتجاه الصيف باتجاه أول السنة دليلنا ما جاء في سورة التوبة بخصوص واقعة تبوك واقعة تبوك معروفة عند الشيعة والسنة وقعت في السنة التاسعة فماذا نقرأ في الآية الحادية والثمانين من سورة التوبة فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكره أن يجاهد بأموالهم وأنفسهم هذه الآيات في سياق الآيات التي تتحدث عن واقعة تبوك وهذه الآيات في واقعة تبوك في كتبنا في كتب الشيعة وفي كتب السنة أيضا هذا أمر معروف هذه الآيات بخصوص واقعة تبوك أقرأ الآية الحادية والثمانين من سورة التوبة فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكره أن يجاهد بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر فواقعة تبوك وقعت في الصيف وهي في السنة التاسعة من الهجرة وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون هذه التعابير تشير إلى أن الجو كان شديد الحرارة حينما خرج النبي مع المسلمين إلى تبوك خرجوا من المدينة في رواياتنا واقعة تبوك حدثت في شهر رمضان في روايات المخالفين واقعة تبوك حدثت في شهر رجب بحسب رواياتنا الأمر واضح فإن شهر رمضان في الصيف وقالوا لا تنفروا في الحر وبحسب روايات المخالفين فإن تبوك وقعت في رجب وشهر رجب قريب من شهر رمضان لكنني أريد أن أشير إلى معلومة ثالثة ومعلومة رابعة ومعلومة خامسة وقعت الخندق متى وقعت بحسب رواياتنا فإن المسلمين بدأوا بحفر الخندق متى في أوائل شهر رمضان في السنة الخامسة في أوائل شهر رمضان في السنة الخامسة وكان الجو حارا قد تجدون في كتب التاريخ حديثا عن برودة الجو سأبين لكم سأبين لكم هذا الحديث صحيح هناك هناك جو بارد لكن القضية قضية إعجازية القرآن تحدث عنها أيضا المسلمون بدأوا يحفرون الخندق في بدايات شهر رمضان في السنة الخامسة للهجرة واقعة بدر متى حدثت حدثت في السنة الثانية للهجرة فإذا كانت واقعة الخندق حدثت في شهر رمضان هذا يعني أن شهر رمضان يتحرك باتجاه الصيف من آخر الصيف إلى بداياته باتجاه أول السنة لأن الأشهر القمرية تارة تتحرك باتجاه آخر السنة الشمسية وتارة تتحرك باتجاه أول السنة الشمسية ما هي تدور دورا وهذا أمر واضح لديكم الدليل على أن شهر رمضان الذي وقعت فيه واقعة بدر يتحرك باتجاه أول السنة الشمسية أن واقعة الخندق بدأت في شهر رمضان في السنة الخامسة للهجرة فلو كان شهر رمضان الذي وقعت فيه بدر إن كان في آخر الثامن مثل ما أزعم أنا بحسب الخرائم أو كان في التفسع أو بين التاسع والعاشر مثل ما يقول النسيئيون فلابد أن يزحف باتجاه الشتاء فستكون الخندق في السنة الخامسة في الشتاء وليس في الصيف لكن حفر الخندق كان في شهر رمضان قريش حاصرت المدينة لمدة زمانية ربما تصل إلى أربعين يوما أو دون ذلك المعركة انتهت في شهر شوال أمير المؤمنين قتل ابن ود في شهر شوال وكانت المعجزة التي جعلت قريشا تعود فارة إلى مكة وكذلك القبائل التي كانت معها فر من ساحة المعركة لماذا القرآن هو الذي يقول في سورة الأحزاب في الآية التاسعة بعد البسملة يَا أَيُّهَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ هَأُولَئِهُمْ جَيْشُ الْأَحْزَابِ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا إنها الريح الباردة في ذلك الصيف فصار الجو باردا في المدينة وما حولها فما نقل في كتب التأريخ من بعض الوقائع التي تتحدث عن برودة الجو هو صحيح لكن هذا لا يعني أن الواقعة حدثت في الشتاء الواقعة حدثت في الصيف هذه الريح الباردة هي التي ما استطاع الأحزاب أن يواجهوها قلعت خيامهم حتى ما كانوا يستطيعون أن يحافظوا على ثيابهم بنحو طبيعي على أبدانهم كفأت قدورهم أطفأت نارهم كانوا يسجرون النار كي يتدفأوا بسبب شدة البرد لكن الريحة تطفئ النار وتقلع الخيام وكان البرد قد شتتهم تشتيتا فلم يستقروا بعد مجيء الريح هذه إلا قليلا من الوقت استطاعوا فيه أن ينقذوا أنفسهم وأن ينقذوا معهم بعض حوائجهم وأغراضهم ففروا من ساحة المعركة والقرآن هنا يعد هذه معجزة فلم يكن الجو باردا وشتائيا كان الجو حارا وصيفيا وإلا لو كان الجو باردا وآذاهم البارد لما كان هذا معجزة يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا فأرسلنا عليهم ريحا إنها الريح الباردة وجنودا لم تروها إنهم الملائكة الملائكة نزلوا أيضا هنا في الواقعة والروايات تحدثت عن ذلك من هنا نحن لا نستطيع أن نفهم القرآن من دون أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حتى أن أبا سفيانة هكذا كان يقول إذا كانت السماء تقاتل مع محمد فكيف نقاتله وفر أبو سفيان وفر الذين معه فكيف نقاتله إذا كانت السماء يتحدث عن هذه الريح العاصفة الباردة في ذلك الصيف الحار وإلا لو كان الجو شتائيا لما كان يقول هذا الكلام إذا كانت السماء تقاتل مع محمد فماذا نصنع لمحمد وكيف نقاتله ففروا وهربوا من ساحة المعركة والآية هنا تتحدث عن هذا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا لأن المسلمين وقعوا في حالة مأساوية الصحابة قتلهم الجبن والخوف إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا إلى آخر الآيات التي جاءت في سورة الأحزاب واقعة أخرى فتح مكة فتح مكة حدث في العشرين من شهر رمضان في السنة الثامنة للهجرة إذن شهر رمضان يتحرك باتجاه الصيف حتى إن لم يكن في واقعة بدر في الشهر الثامن وكان في الشهر التاسع كما يقول النسيئيون الآن فإذا كانت واقعة الخندق في السنة الخامسة للهجرة وقعت في شهر رمضان وفتح مكة أيضا في السنة الثامنة للهجرة وقع في شهر رمضان في العشرين من شهر رمضان وجاءت تبوك في السنة التاسعة وقد وقعت في الحر الشديد بحسب رواياتنا في شهر رمضان بحسب رواياتهم في شهر رجب وما شهر رجب ببعيد عن شهر رمضان فهذا يعني إذا وقعت تبوك في الحر الشديد فإما وقعت في بدايات الشهر السابع أو في أواخر الشهر السادس فهذا يعني أن شهر رمضان قد تحرك باتجاه الشهر الخامس وهذا هو الذي أتحدث عن من أن شهر رمضان في زمان رسول الله كان النبي والمسلمون يصومونه في الصيف في كل السنوات التي عاشها رسول الله في المدينة لا كما يقول النسيئيون من أن رسول الله ما صام شهر رمضان في فصل الصيف أكثر من ذلك بيعة الغدير متى حدثت بيعة الغدير حدثت في السنة العاشرة في شهر ذي الحجة وكان اليوم شديد الحرارة هذا أمر مفروغ منه بالنسبة إلينا من أن واقعة غدير خوم وقعت في يوم حار جدا أقرأ عليكم من إقبال الأعمال للسيد بن طاوس المتوفى سنة ستمية وأربعة وستين للهجرة وطبعة هذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان أأخذ هذه اللقطة صفحة سبعمية وستة وستين في سياق أحاديثي ورواياتي بيعة الغدير وهذا الأمر موجود في كتبنا وفي كتبهم فهبط جبرئيل فقال أقرأ في كتبهم في كتب المخالفين فهبط جبرئيل فقال أقرأ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك إنها الآية السابعة والستون بعد البسملة من سورة المائدة وقد بلغنا وقد بلغنا غديرهم في وقت لو طرح اللحم فيه على الأرض لن شو وقد بلغنا وقد بلغنا غديرهم في وقت لو طرح اللحم فيه على الأرض لن شو السيد جعفر مرتضى العامل في الجزء الحادي والثلاثين من كتابه الصحيح من سيرة النبي الأعظم طبعة المركز الإسلامي للدراسات في الصفحة السبعين بعد المائتين ينقل عن مستدرك الحاكم إنه الحاكم النيشابوري وعن المعجم الكبير للطبراني هذه كتب سنية معروفة وعن العديد من المصادر عن زيد بن أرقم وهو يتحدث عن يوم الغدير يقول ما أتى علينا يوم كان أشد حرا منه هذا من مستدرك الحاكم والمعجم الكبير للطبراني زيد زيد بن أرقم يتحدث عن غدير خم وعن البيعة هناك ما أتى علينا يوم كان أشد حرا منه وقرأت عليكم من إقبال الأعمال من أن اللحم لو وضع على الأرض لن شوه أنا لست بصدد الاستقصار إنما هي أمثلة ونماذج فيوم الغدير في السنة العاشرة كان حارا هذا يعني أن الأشهر من بعد شهر رمضان تتحرك باتجاه الصيف بالضبط مثلما شرحت لكم واقعة بدر في شهر رمضان فإن شهر رمضان الذي حدثت فيه الواقعة حتى لو لم يكن في الصيف وكان في الشهر التهسع أو ما بين التهسع والعاشر كما يقول النسيئيون فإنه في السنوات التالية كان في الصيف تحرك باتجاه الصيف بدليل أن واقعة الخندق حدثت في شهر رمضان في السنة الخامسة وكان الجو حارا وفتح مكة في السنة الثامنة وفتح مكة كان في شهر رمضان وجاء التبوك في السنة التاسعة إن كانت في شهر رمضان أو كانت في شهر رجب فهي تؤيد الذي أقوله من أن شهر رمضان يتحرك باتجاه الصيف فهذا يعني أن النبي في السنة الثالثة صام شهر رمضان في الصيف وفي الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة حيث وقع فتح مكة فعلى قول المخالفين من أن تبوك وقعت في رجب فهذا يعني أن شهر رمضان قد زحف خارج الصيف بالنتيجة فإن النبي والمسلمين صاموا عدة سنوات شهر رمضان في الصيف فكيف يقولون من أن شهر رمضان لا يأتي في الصيف نذهب إلى فارس الكتاب الذي بين يدي هو الجزء السادس عشر من مستدرك الوسائل للمحدث النوري وهذه طبعة طبعة مؤسسة آل البيت قم المقدسة في صفحة التاسعة والخمسين بعد المئتين إنه الحديث الثاني عشر عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حبب إلي من دنياكم ثلاث إطعام الضيف والصوم بالصيف والضرب بالسيف قد يقول قائل من أن الأميرة يتحدث هنا عن صيام مستحب فهو يحب الصيام المستحب في الصيف هذا الكلام ممكن لكننا إذا أخذنا بنظر الاعتبار نقطتين النقطة الأولى منطق أمير المؤمنين منطق متكامل فأمير المؤمنين منطقه هو منطق الله قطعا حينما يحب شيئا فإنه يحب الشيء الذي يحبه الله وكلمة مشهورة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه جلوسي في المسجد أحب إلي من جلوسي في الجنة لما سألوه عن السبب قال لأن جلوسي في المسجد فيه رضا ربي وجلوسي وجلوسي في الجنة فيه رضا نفسي هذا هو منطق علي إنه علي المنطق منطق علي علي المنطق ومنطق الإمام إمام المنطق هذا هو منطقه فحينما يتحدث عن حبه للصوم في الصيف قطعا يتحدث عن الصوم الواجب بالدرجة الأولى لأن الصوم الواجب هو الأحب إلى الله من الصوم المندوق ولذا أوجبه علينا أمير المؤمنين يتحدث هنا عن الصوم الواجب بالدرجة الأولى الصوم المندوب يأتي تباعا فهذا صوم واجب بالصيف هذه النقطة الأولى النقطة الثانية في الحديث إشارة إشارة لأيام رسول الله لأن أيام رسول الله كان الصوم الواجب فيها في الصيف ومرت علينا الحوادث إذا جمعنا الحوادث جمعنا الآيات مع الروايات مع الوقائع مع التقييم التأريخ المنطقي الذي بيّنته لكم وجئنا بهذا الحديث وأمثاله فهناك إشارات كلامهم كالقرآن هم الذين يقولون لست أنا إمامنا الصادق يقول نزل القرآن على أربعة أشياء على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق فالعبارة للعوام والإشارة للخواص واللطائف للأولياء والحقائق للأنبياء وهم الذين يقولون أيضا من أن القرآن فيه محكم ومتشابه وفيه ناسخ ومنسوخ حديثهم كذلك هم الذين يقولون إمامنا الرضا إمامنا الصادق إمامنا الباقر هم الذين يقولون من أن حديثهم فيه محكم ومتشابه وفيه ناسخ ومنسوخ فحديثهم أيضا فيه مستوى العبارة وفيه مستوى الإشارة وفيه مستويات أخرى إذا جمعنا الآيات مع الروايات التي فسرت لنا الآيات التي قرأتها عليكم قبل قليل بخصوص بدر أو بخصوص الخندق وغير ذلك إذا جمعنا كل ذلك ووجدنا أن رسول الله في أيامه في المدينة كان صيامه الواجب في الصيف وإذا نظرنا إلى أن بدرا وقعت في الصيف والخندق كذلك ووقعت ووقعت فتح مكة في شهر رمضان أيضا فهناك صوم في الصيف وهناك ضرب بالسيف أيضا حبب إلي من دنياكم ثلاث اطعاموا الضيف والصوم بالصيف والضرب بالسيف مقارنة مقارنة الضرب بالسيف مع الصوم بالصيف فيه إشارة واضحة إلى تلك الوقائع وبغض النظر عن هذا الكلام حتى إذا قلنا من أن الأميرة يتحدث عن صيام مستحب في الصيف فمر علينا هناك وقائع وقعت في الصيف بدر والخندق وفتح مكة ويضاف إليها تبوك وفقا لرواياتنا أقرأ عليكم من الكافي للكلين المتوفى سنة 328 للهجرة هذا هو الجزء الرابع من طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة السادسة والستين إنه الحديث السابع عشر بسنده بسند الكليني عن يونس عن يونس ابن ضبيان عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه من صام لله يوما في شدة الحر فأصابه ضمأ وكل الله عز وجل به ألف ملك يمسحون وجهه ويبشرونه حتى إذا أفطر قال الله عز وجل ما أطيب ريحك وروحك ملائكة تشهد ملائكة تشهد أني قد غفرت له قد يقول قائل من أن الحديث عن الصيام المندوب ولا دليل على ذلك لأن الإمام حين يتحدث عن الصوم فإنه في الدرجة الأولى يتحدث عن الصيام الواجب الكلام ينصرف إلى الصيام الواجب إلا إذا قامت قرينة حتى نصرف الكلام إلى الصيام المندوب من صام لله يوما في شدة الحر فأصابه ضمأ إلى آخر الحديث هذا يشير إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وكان المسلمون معه يصومون في الصيف مثلما مرت التفاصيل إذا جمعنا كل هذه الأحاديث مع بعضها وإذا قرأنا أيضا ما جاء في وسائل الشيعة وهذا هو الجزء السابع الطبعة طبعة المكتبة الإسلامية وسائل الشيعة للحر العامل صفحة ثلاثمية واثنين إنه الباب السادس باب استحباب الصوم في الشتاء الحديث الأول عن إمامنا الصادقي صلوات الله وسلامه عليه الصوم في الشتاء هو الغنيمة الباردة هذا يعني أن الصوم قد يقع في الصيف وقد يقع في الشتاء قد يقع في الجو الحار وقد يقع في الجو البارد الصوم في الشتاء هو الغنيمة الباردة حتى إذا حملنا الحديث على الاستحباب على الصوم المستحب مثلما عنونا الحر العامل الباب باب استحباب الصوم في الشتاء هذا العنوان من الحر العامل لا شأننا بعناوين الحر العامل نحن نذهب إلى الحديث بشكل مباشر وإنما قرأت العنوان كي لا يقول قائل عند مراجعة الأحاديث من أنني ما أشرت إلى العنوان لأنه يتحدث عن الاستحباب نقرأ الحديث الصوم في الشتاء هو الغنيمة الباردة الصوم أيضا يراد منه الصوم الواجب بالدرجة الأولى ويراد منه الصوم المندوب بالدرجة الثانية وإلا لا يوجد دليل على أن الصوم هنا هو الصوم المستحب ما هو الدليل؟ لا يوجد دليل الإمام هكذا يقول الصوم في الشتاء هو الغنيمة الباردة بل هذا التعبير بالغنيمة الباردة يشعرنا بأن الصوم واجب كيف ذلك؟ لأن الصوم واجب ولا بد أن يصام فإذا كان في الصيف فإن الإنسان سيتحمل الأذى في صومه ولكنه في الشتاء هو يؤدي الواجب الذي لو كان في الصيف فإنه يتأذى بسبب حرارة الجو لكنه في الشتاء يصوم الصوم الواجب يبرئ ذمته من هذا الواجب وهو بمثابة الغنيمة الباردة لم يكن قد تعرض لأذى بسبب حرارة الجو وبسبب طول النهار ففي الشتاء يكون النهار قصيرا قطعا لا أتحدث عن كل الأرض ولكن بشكل عام في الشتاء في أكثر الأرض يكون النهار قصيرا والحرارة منخفضة فلا يعاني من ألم الجوع ومن ألم العطش ومن تعبهما الصوم في الشتاء هو الغنيمة الباردة رسول الله رسول الله صلى الله عليه وآله مشرع الصوم هو الذي يقول الصوم في الشتاء الغنيمة المباركة الباردة هذا هذا يعني هذا يعني أنه كان يصوم في الصيف فهذا هو المشرع مشرع الصوم لو كان تشريع الصوم كما يقول النسيئيون في الأيام الباردة أو في الأيام المعتدلة لما قال مشرع الصوم نفسه رسول الله هذا الكلام لماذا؟ لأن الصوم يشرع في الشتاء ويشرع في الصيف لكنه إذا كان في الشتاء فهو غنيمة مباركة باردة وأعتقد أن الأحاديث واضحة وواضحة جدا اجمعوا كل هذه الأحاديث مع كل تلك الوقائع مع كل تلك الآيات مع كل تلك الروايات ما الذي سنصل إليه التقويم قمري والأشهر متحركة وتارة النصوم في الصيف وأخرى في الخريف وأخرى في الشتاء وأخرى في الربيع حديث آخر وهو الحديث الثالث لازلت أقرأ عليكم من الجزء السابع من وسائل الشيعة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الشتاء ربيع المؤمن يطول فيه ليله فيستعين به على قيامه وقيام الليل مستحب ويقصر فيه ويقصر فيه نهاره فيستعين به على صيامه فقد يقال من أن الصيام هنا صيام مستحب وهذا ممكن بقرينة قيام الليل الذي هو مستحب لكننا إذا نظرنا من أن الأئمة ينظرون إلى أعلى المراتب فيما يحبه الله فإن أعلى مراتب قيام الليل المحبوب إلى الله هو القيام في شهر رمضان فعينئذ سيكون الصيام هنا صياما في شهر رمضان لأن أعلى درجات ما يحب الله من القيام هو قيام ليل شهر رمضان فالإمام حتما يقصد أعلى الدرجات الشتاء ربيع المؤمن ففي الربيع يحصل الإنسان على الثمار وعلى الأزهار يطول فيه ليله فيستعين به على قيامه أفضل القيام قيام ليل شهر رمضان ويقصر فيه نهاره فيستعين به على صيامه وأفضل صيام صيام شهر رمضان بقرينة الربيع لأن الربيع يشير إلى أفضل ما يمكن أن يكون الشتاء ربيع المؤمن يطول فيه ليله فيستعين به على قيامه ويقصر فيه نهاره فيستعين به على صيامه إذن الصيام تارة يأتي في الصيف وتارة يأتي في الشتاء وتارة يأتي فيما بينهما يأتي في الخريف الذي يقع ما بين الصيف والشتاء ويأتي في الربيع الذي يقع ما بين آخر الشتاء وأول الصيف أما الخريف فيقع ما بين آخر الصيف وأول الشتاء هناك رواية واضحة جدا أقرأها عليكم من الجزء الرابع من الكاف الشريف الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل في الصفحة الستين بعد المئة إنه الحديث الثالث رواه محمد ابن مسلم عن أحدهما إما عن الباقري أو عن الصادق هذا نسيان من قبل الرواة عن محمد ابن مسلم عن أحدهما فمحمد ابن مسلم يروي عن الباقري ويروي عن الصادق بعض الرواة الذين يروون في الأجيال التي تأتي بعد ذلك ينسون عن من روى محمد ابن مسلم فيقولون عن أحدهما وإلا فمحمد ابن مسلم لا ينسى روايته ولا ينسى عن من روى لأنه هو صاحب الرواية مع ملاحظة أن محمد ابن مسلم كان يمتلك حافظة وذاكرة استثنائية جدا لما حافظه من الأحاديث الكثيرة جدا من أحاديثنا ومن أحاديث المخالفين محمد ابن مسلم يسأل يسأل الإمام هو يقول سألته سأل الإمام صلوات الله عليه عن علامة ليلة القدر هل هناك من علامة لليلة القدر التي هي أفضل ليالي شهر رمضان ماذا قال له الإمام المعصوم علامتها أن تطيب ريحها فيها رائحة طيبة أن تطيب ريحها وهذا يتحسسه أرباب القلوب أن تطيب ريحها وإن كانت في برد دفأت وإن كانت في حر بردت فطابت هذا يعني أن ليلة القدر تأتي في البرد وتأتي في الحر الكلام واضح واضح جدا محمد ابن مسلم يسأل الإمام سألته عن علامة ليلة القدر فقال علامتها أن تطيب ريحها وإن كانت في برد دفئت وإن كانت في حر بردت نذهبوا إلى فاصل السلام على صاحب الدلالات والآيات الباهرات والموجزات الغاهرات والمنجي من الهلكات الذي ذكره الله في محكم الآيات فقالت ورحمة الله وبركاته هذا هو الجزء الثامن والتسعون من بحار الأنوار للمجلس وطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في صفحة الثانية والعشرين بعد الثلاثمائة ماذا نقرأ في زيارة الناحية المقدسة الزيارة التي وردت من إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه نزور بها سيد الشهداء وخصوصا في يوم عاشورى نزور بها سيد الشهداء في سائر أيام السنة لكن للزيارة هذه خصوصية أن نزور بها سيد الشهداء في يوم عاشورى ماذا نقرأ فيها وسبية أهلك كالعبيد متى بدأ السبي؟ بدأ السبي في اليوم الحادي عشر قتل الحسين في اليوم العاشر من المحرم وبدأ السبي في اليوم الحادي عشر وَسُبِي أَهْلُكَ كَالْعَبِيدِ وَصُفِّدُوا فِي الْحَدِيدِ فوق أقتاب المطيات تلفح وجوههم حَرُّ الْهَاجِرَاتِ 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 هي الأيام التي يشتد فيها الحر في ساعات ما بعد الزوال وهذه أيام شهر تموز وأيام شهر آب هذه هي الأيام التي يشتد فيها الحر ما بعد الزوال هذه الساعات تسمى الْهَاجِرَاتِ وهذه الأيام تسمى الْهَاجِرَاتِ الأيام الشديدة الحر في القيض في تموز وآب فهذا يعني أن الواقعة حدثت في تموز في الشهر السابع ومن هنا من هنا كان العطش علامة ورمزا لتركيز المظلومية ولترسيخ العواطف باتجاه المشروع الحسيني الزمان كان مهما كان الزمان مهما مثلما كان الزمان مهما في حجة الوداع إذ حج النبي في شهر ذي الحجة وألغى الشهر النسيئة مطلقا مع أنه كان ملغيا بالنسبة إليه منذ أن كان في مكة وبالنسبة للمسلمين منذ أن وصل النبي إلى المدينة ووضع التعريخ الهجرية في أول يوم وصل فيه إلى المدينة وسن لهم التقويم القمرية لصيامهم وحجهم وإلا كيف يقول القرآن في سورة البقرة عن الأهلة من أنها مواقيت للناس والحاج فهل يعمل بها رسول الله أو لا وسورة البقرة سورة مدنية فهل يعمل رسول الله ما بين المسلمين بما جاء في سورة البقرة أو لا لكنه جعل حجه في حجة الوداء في شهر ذي الحجة كي تستقيم الأمور وكي تنتظم بيعة الغدير في تأريخها الهجري وهكذا جرت الأمور بغض النظر عن التحريف الذي حدث في واقع الأمة في كل شيء حرفوا القرآن وحرفوا الدين وحرفوا الأحكام وحرفوا الصلاة والصيام وحرفوا كل شيء هذا نقرأه في زيارة الحسين في نفس هذه الزيارة فالويل للعصاة الفساق لقد قتلوا بقتلك الإسلام وعطلوا وعطلوا الصلاة والصيام ونقضوا السنن والأحكام وهدموا قواعد الإيمان وحرفوا آيات القرآن وهملجوا في البغي والعدوان هنا هملجوا وفي نسخ أخرى وهجموا وهجموا في البغي والعدوان وهملجوا الهملجة هي حركة الفرس في سيرها المعنى واحد هجموا هملجوا وهملجوا في البغي والعدوان لقد أصبح رسول الله موتورا بقتلك يا حسين وعاد كتاب الله عز وجل مهجورا وغودر الحق إذ قهرت مقهورا وفقد بفقدك التكبير والتهليل والتحريم والتحليل والتنزيل والتأويل وظهر بعدك التغيير والتبديل والإلحاد والتعطيل والأهواء والأضاليل والفتن والأباطيل يا أبا عبد الله لقد قتلوا بقتلك الإسلام أعود إلى حر الهاجرات فواقعة الطفوف حدثت في الشهر السابع في شدة الحر حتى يكون العطش عطشا شديدا كي يكون علامة مميزة من العلائم التي ترسخ المظلومية وتحشد العواطف وتركزها فهذا هو برنامج الحسيني ستراتيجية الحسين في ترسيخ العواطف وفي حشد المشاعر باتجاه مظلومية واضحة العطش الشديد في أيام الحر الشديد هي علامة واضحة للمظلومية الحسينية ماذا يفعل الحسين هذا هو الذي يحرك القلوب ويحرك المشاعر باتجاه أن يلتفت الذين يلتفتون إلى الواقع المنحرف الذي أسسته حسينيا ماذا يفعل الحسين هذا هو الذي يحرك القلوب ويحرك المشاعر باتجاه أن يلتفت الذين يلتفتون إلى الواقع المنحرف الذي أسسته السقيفة بني ساعدة ألا لعنة الله عليها واسُبي أهلك كالعبيد وصفدوا في الحديد فوق أقتاب المطيات تلفح وجوههم حر الهاجرات فأين سيكون شهر رمضان إذا كان عاشورا في الشهر السابع ويبدو أنه يتحرك باتجاه آخر السنة وليس باتجاه أولها ما هي القرينة على ذلك لأن السبايا كانت مسيرتهم ما بين محرم وصفر فسفر كان أيضا في الصيف فإذا كان محرم في تموس فإن سفر كان في آب في الهاجرات لأن الحديث هنا عن السبايا وسبي أهلك كالعبيد وصفدوا في الحديد فوق أقتاب المطيات تلفح وجوههم حر الهاجرات يساقون في البرار والفلوات فحر الهاجرات كان مصاحبا لهم من بداية السب إلى نهايته بحسب الزيارة فهذا يعني أن الشهور القمرية في السنة الحادية والستين التي حدثت فيها عاشراء كانت تتحرك باتجاه نهاية السنة فسيكون شهر رمضان في السنة التي بعدها في شهر آذار في الربيع فها هو شهر رمضان مرة يكون في الصيف وأخرى يكون في الشتاء وأخرى يكون في الربيع وأخرى يكون في الخريف فإذا كانت عاشوراء بمحرمها وصفرها في الشهر السابع والثامن بحسب بحسب زيارة الناحية المقدسة تلفح وجوههم حر الهاجرات يساقون في البرار والفلوات من كربلاء إلى الشام فهذا يعني أن شهر رمضان في تلك السنة سيقع في آذار في شهر آذار من السنة الشمسية القادمة أعتقد أن صورة صارت واضحة لديكم من خلال كل التفاصيل التي تقدمت ومن خلال المعطيات التي عرضتها بين أيديكم في هذه الحلقة وعدتكم أن أتحدث عن أسماء الأشهر القمرية لكنني لا أجد وقتا لذلك سأترك الحديث عن أسماء الأشهر القمرية إلى حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر